اشتركوا في القناة نشط الأخبار أهلا بكم ونبدأ مع العنوين بدء الاجتماع الموسع لمحادثات فيينا لبحث الأزمة السورية وخمسون قتيلا في غارات روسية على سوق شعبي بدون في ريف دمشق بذريعة محاولة طعن إسرائيليين شهيد وجريح برصاص الاحتلال قرب نابلس وإطلاق نار على فلسطيني آخر بالقدس الرئيس التركي علن جاهزية البلاد لحفظ أمن الانتخابات البلومانية ودو دوغلو يعتبر الانتخابات المقبلة استفتاء على حكومة موحدة بقيادة العدالة والتنمية طلقت في فيينا مباحثات تصوية السورية على مستوى وزراء خارجية الدول المعنية في إطار موسع بمشاركة 19 وفدا تمثل الوفود روسيا والولايات المتحدة والسعودية وتركيا وإيران والإمارات وقطر والأردن وألمانيا وفرنسا ومصر وإيطاليا وبريطانيا والعراق ولبنان ينضم إلى المباحثات كذلك المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان ديمستورا ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إنها المرة الأولى التي يجتمع فيها ممثل جميع الدول المرتبطة بشكل رئيسي بالأزمة السورية للحديث عن أفاق حلها في مكان واحد اجتماع فيينا الموسع سبقه لقاءات جانبية بين مختلف الأطراف من بينها تركيا لاستعراض المواقف والتي روحت بين خطوات للوراء لدى البعض وإصرار لدى آخرين هذا الاجتماع الذي يضم كل هذه البلدان في غرفة واحدة للحديث عن العملية السياسية في سوريا وفي الحقيقة مؤشر كبير إذا كان هذا سيخرج بفكرة مشتركة سيكون على الأمم المتحدة ما تجعل ذلك يحدث ولهذا نحن موجودون هنا إيران التي تشارك للمرة الأولى في مثل هذا الاجتماع نقلت وسائل إعلام عن أمير عبداللهي النائب وزير خارجيتها وعضوا الرفض الإيراني إلى المحادثات قوله إن طهران لا تصر على إبقاء الأسد في السلطة إلى الأبد من جهاتها أطلقت روسيا سلسلة مواقف استباقية منها رفضها لأي عمليات عسكرية برية أو جوية في سوريا بدون موافقة النظام إضافة إلى طلبها مشاركة ممثلين عن وحدات حماية الشعب الكردي في الاجتماعات قارنة ذلك بمشاركة ممثلين عن الجيش الحر بالمقابل فإن الدول المنضوية تحت مجموعة أصدقاء الشعب السوري كثفت من موافقها الرافضة لأي مستقبل سياسي لبشار الأسد في سوريا فيما تبدو معالم المرحلة الانتقالية مدار البحث بين الأطراف في حين يشتعل الميدان على الأرض السورية في سبيل تعزيز كل طرف مكاسبة معنا من باريس المحلل السياسي عمار قد أهلم بك سيد عمار إذن ما هي دلالة كثرة الدول المشاركة في الاجتماع الموسع في أفيننا وهي 19 وفدا مشارك ذكرناها قبل قليل القضية السورية هي ليست قضية شخصية يعني ليست قضية دولة وحيدة في المنطقة فقط بل هي تمس منطقة الشرق الأوسط بشكل عام وحل القضية السورية تعلق بحل وإعادة تنظيم العلاقات في منطقة الشرق الأوسط بشكل كامل لخصت وزيرة الخارجية للاتحاد الأوروبي موغريني فحوى هذه الاجتماعات بأنها تقوم على خلق فضاء للبدء بمسار لإيجاد حل للأزمة كما يدعونها الأزمة السورية هذه ليست أزمة طبعا هي ثورة وهنا يجب التأكيد على أنه إيران هي لاعب رئيس في المنطقة ولا يمكن الكلام عن حل في سوريا وهو من حل قضية الشرق الأوسط بشكل عام أو إعادة تنظيم العلاقات في منطقة الشرق الأوسط وبالتالي إيران تلعب دور رئيس ويجب أن تكون شريك في إيجاد الحل لكن الموضوع جر أو إطفاء الطابع الديني الطائفي على الصراع هذا يقوم بعملية تضغيل للوضع أنت برأيك إيران التي كانت مستثنات في السابق وفي النهاية لم يتم التوصل إلى حل القضية السورية لنسميها قضية اليوم وجود إيران هل يمكن أن يتغير الوضع؟ نعم إيران بكل الأحوال المشكلة مع النظام القائم والنظام القائم قد يتغير وقد يتغير موقفه لأن الموضوع موضوع مصالح اقتصادية فيه هناك مشروع استراتيجي دولي كبير لإقامة شبكة نقل مصادر الطاقة في منطقة الشرق الأوسط إلى الغرب وأمريكا وكان المبادرة الأساسية له هي مشروع نابكة وهذا يتضارب مع مصالح روسيا إذا مصالح روسيا هي فيه استمرار الخراب في المنطقة بينما مصالح إيران في النهاية تصب في أن يتم حل هذا الموضوع سيد عمار ما هو الحل الوسط الذي قصده وزير الخارجية الإيراني ما هو الحل الوسط هل يمكن فعلا إيران أن تقبل بأنه بعد المرحلة الانتقالية ألا يكون فعلا الأسد جزء من مستقبل سوريا ولا يشارك في الانتخابات بالطبع هم تمسكوا بالأسد على ما أظن لأنه كان هناك ترتيبات سابقة اليوم تغيرت الترتيبات تغيرت موازن القوى في العالم وبالتالي إيران كدورة براغماتية موضوعية ستعالج الأمور كما هي اليوم فإن تم تغيير النظام في سوريا أو حتى النظام الجديد بعد الأسد سيتعامل إجباري مع إيران بينما وجود الأسد لا يمكن أن يكون ركن أساسيا في حل القضية السورية بل هو ركن أساسي أن يذهب الأسد لأنه ليس له وجود إطلاقا أصبح على الآن وهو غير مفهول أيضا بالنسبة لباقي الدول الإقليمية أشكرك والمسألة الدولية تتعلق به نهاية الانتخابات الأمريكية هذا أكيد شكرا جزيلا لك دكتور عمار قطع المحل السياسي كنت معنا من باريس وبالتزامن مع محادثات فيينا قتل خمسون شخصا على الأقل أغلبهم من المدنيين وجرح أكثر من مائة آخرين في قصف جوي روسي على سوق شعبي في مدينة دومة بريف ديمشق الشرقي أفاد ناشطون أن الطائرات الروسية استهدفت سوقا شعبيا في مدينة دومة بعشرة صواريخ موجهة ما أدى إلى سقوط القتلى وأثناء تجمع فرق الدفاع المدني لانتشال الضحايا والجرحة عاودت الطائرات قصف المنطقة ما أوقع المزيد من القتلى في حين أكدت مصادر طبية أن عدد القتلى مرجح للازدياد بسبب كثرة الإصابات الحريجة دمر هائل وحطامة هو كل ما تبقى لزكان مدينة دومة في الغطة الشرقية بريف ديمشق شكرا